اي يومي الفسيخ والرنجة والملوحة وكل الاكلات اللي احنا بنحبها طيب الاكلات دي مضرة الاكلات دي ناكلها امتى اسئلة كتير بتيجي في اذهاننا هنعرف النهاردة ازاي ناكل الاكلات دي من غير ما يحصل لنا اي اضرار مع ضفتنا اللي منورانا النهاردة في الستوديو دكتورة اميرة سامير جورج دكتورة تغذية علاجية موثقة من جامعة كامبريج بريطانيا اخصائي تغذية علاجية لمرض السكر والضغط والكبد والكلة بكلية الطب الجامعة عين شمس قضو الجامعية المصرية لسمنة واخصائي علاج السمنة والنحافة ونحط وتجميل القوام والعناية بالمرأة برحب بحضرتك يا دكتور وكل سنة حضرتك طيب من ورانا بفكر حضرتك مشاهدينا ان ارقام تليفوناية الدكتورة اميرة وارقام العيادة تكون قدام حضرتكم على الشاشة للتواصل بشكل مباشر مع دكتور اميرة برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور هم لاقي هبدأ مع حضرتك بقى على طول يعني احنا اكلات شم النسين زي ما قلت كده معروفة مش محتاجين ان احنا ندور على ايه منيو الفسيخ الرنجة الملوحة والاكلات المملحة طبعا او الاسماك المملحة امتى ناكلها هبدأ يعني بامتى ناكلها بلاش نتكلم على الاضرار دلوقتي بس لو احنا كناها مساء فيه ناس بتحب تاكلها الصبح عشان ما يحصل لاش اي اضرار لا احنا الصبح بناكل بناكل بيت بتملون بيت لا دا فيه ناس بتصحى الصبح تاكل كده لا ما نعرفهم شو ناس دي ما ننجعوا بيهم ننجعوا بيهم من ناس دي طيب انا لسه بنقول صباح الخير تمام نقاش طخة على طول لا نفطر طيب ناكلها ايه انت بقى الاكلات دي خليها غدا على الغد على الاقل بس تبقاش عشا غدا غدا اللي هو الساعة مثلا اثنين تلاتة ايه يمكن بقى من اتناشر بقى الاربعة مثلا لكن ما تبقاش اول حاجة تخش المعدة طبعا ولا اخر حاجة عشان ما تتعبش المعدة طبعا طبعا لان دي اكلة لا يستهانى بها او او في نينا نقول كده ينفعش ان حد مثلا ينام ويصحى على اكلة الفيسيخ لا طيب يبقى اول حاجة قلناها انه ما ينفعش اول ما نصحى ناكل الاكلة دي ولا قبل ما ننام هنتغدى بيها هنتغدى بيها يوم شم النسيم طيب دي اول حاجة تاني حاجة خلينا نقولها طريقة اكلها هل علشان طبعا هي اسماك مملحة جامد قوي او الملوحة مثلا بالزيت فنحط عليها زيت نحط عليها طحينة نعمل ايه عشان نكسر شوية الموالح بتاعتها لا هو بداية الكلام ان انا ببتت ان انا بضمن المصدر اللي انا اشتريت منه لازم اتمن ان هي هي بيبقى سمك بوري لازم اتمن ان اللون بيبقى كويس لازم اتمن ان هي مش مهرية يعني المهري بايز المهري بايز مش دايبة كده فحاية تبقى حلوة لا في فرق بين اللحمة دايبة يعني تدوب في بوقك وبين ان هي احنا عايزينها تتقطع معاك حتة على بعضها تبقى فرش لكن المهري لقيتها مهرية دي بايزة في فرق بين ريحة الفسيخ والموضوع بقى لو زاد في ريحة تانية عايز اقول ريحة ريحة معافينا عايز اقول ايه في ريحة مستنكرة يعني الكلام ده طبعا للناس اللي يعني بتحب الحاجات دي لان الناس اللي مش بتحبها يا شايفها ريحتها مش حلوة من البداية اه اه بس مهم جدا السورس مهم جدا السورس طب واحنا في السورس بالنسبة المصدر احنا عملنا هنا في المطبخ بتاعنا السمك نعمله ازاي عشان يبقى فسيخ وعرفنا الطريقة وطريقة اختيار كمان السمك تمام طيب اه نتكلم معنا نتكلم بقى هو موضوع لا الزيت والتحينة ده مش بيخفف من اضرارها في حاجة لكن انا تعالي نقول ايه اللي يخفف بقى من اضرارها يلا بي لازم على نفس الترابيزة بتاعتك هنحط اربع حاجات هنحط بصل هنحط لمون هنحط جنزبيل هنحط بقدونس هو حضرتك قلت كل حاجات المحطاعة بس الجنزبيل ده مش معروف قوي مبدئيا الجنزبيل ايه بقى الجنزبيل من اشهر الحاجات بوسي خلينا نتفق ان في مشكلة في الفسيخ نفسه الفسيخ نفسه بيتعامل ازاي هما بياخدوه من المياه بينشروه على مشابك تمام في الهوى لمدة 48 ساعة ففي اليومين دول بياخد كل البكتيريا بتاعت الجو كل التلوث وكل الدبان بيجي يقف عليه يبيض عليه كل حاجة بعد كده علشان نضمن ان البكتيريا دي راحت بنبتدي نملحه فانا متى يعني لازم ااخد حاجات شغلتها تنقية الدم من السموم على رأسها الجنزبيل جنزبيل الفراش الجنزبيل بيناقي دم من السموم بيساعد الكابد ان هو يقوم بوظيفته كمان بقى البقدونس عارفة البقدونس اللي احنا بنرميها دي وما بنهتمش بيها دي البقدونس دي يعني قنبلة فويد يعني فيها فيتامين سي اكتر من البرتقان فيها كالسيوم اكتر من اللبن البقدونس مدرة للبول بتعمل تنقية كل الفكرة ان انت بتعملي تنقية بتعملي تنقية انا مقتنعة عن الاكلة دي اه الاكلة دي هتبوظ لنا معدتنا فنحطي جنبها حاجات تعمل لنا تنظيف للمعدة هنعمل كده مكس ما بين الاتنين بلاس طبعا ان انا بحط سواء خاص او كابوتشا لا موضوع التحينة والزيت ده مش ما بيعمليش تنقية هو لا مالوش علاقة اه تمام اه يعني بس خافي بقى من اللي يقولك انا طميني ده الفسيخ اللي انا جايبهولك مش مملح قوي اه كده هو ما طمنيش احنا كله بنقول ان الملح هو اللي بيخلي البكتيريا دي اه تتقتل مش مملح قوي يعني البكتيريا بماتاتش قوي اه خلي بالك انا كده يعني المفاهيم بتتغير شوية يعني يعني نص نص انت كده قلقتيني مش طمينتيني مم ففيه ناس بتبيع الفسيخ على الاساس ان هو اطمينه يا جماعة تعالوا تعالوا خدوا مني الفسيخ العادب مم لا ده كده بيبيع حاجة مؤزية تمام طب نروح للرنجة مم فيه ناس بتحب تاكل الرنجة مش مشوية بتاكلها كده ايه الاصح ان هي تتاكل بي يعني عشان طبعا نفيد معنا اكيد الاصح ان هي تتعمل عن نور تتشو اكيد الاصح كده لاي حاجة نية فيها بكتيريا اه انا ممكن جسمي ما يقبلهاش حتى لو كان قبلها قبل كده بمعنى ايه اه اه مقاومة الجسم ده معتمد على المناعة بتاعته يعني انا ممكن اكل اكلة فسيخ ورنجة وتمام التمام وانا كويس وممكن وقت تاني انا دخلي دور برت دخلي ولسه في اول يوم ولسه زوري بيلعب مثلا وانا لسه مش ما حدش عارف ولا انا ومخدتش حاجة اهو ده ايه مناعة لسه على قدها مثلا او كنت باخد ادوية كورتزون مثلا كتير لأي سبب من الاسباب مناعة على قدها فممكن اللي عدى قبل كده الكعب الفي دلوقتي اه فحور ان انا اكل الحاجة ناية دي مش حاجة سيف ابدا طيب ومش بس كده تتشوي يعني تتشوي فعلا يا اما فصاقة كبيرة قوي على البوتاجاز انا اتضد الناس اللي بتمسك الرنجاية تتشوي على ناية تتشوي على عين البوتاجاز واتنرجحها لمجرد بس ان هي تقشرها يعني ان هي تعرف تزاعة منها اللحم بتاعها وتحطها في الدرس انسي كده بتعملي ايه؟ اللحم اللي الفوق بيستوي اللي هو على على السطح اللي جوه ناية يبقى نشويها نشويها بزمنا نحطها كده في صاج ونبدأ نشويها الفيسيخ نحطه في الفريزر لمدة يومين وبعدين نطلعه عشان يكون اتطمن ان كل البكتيريا ماتت تمام طيب الاكلة دي بتحب العيش يعني احنا عارفين ان الاكلة دي بتناكل وراها كمية عيش فمش طبعية ما بنحسش بنفسنا فطبعا معدتنا بتتملي بنقوم بقى من على الاكل احنا مش عارفين احنا شبعنا ولا لا بس احنا عمالين ناكل من حلوة الاكل مثلا ازاي نهدم بقى بعد الاكل نعمل ايه؟ هو مبدئيا انتي متحطيش ثبت العيش مثلا في النص او طبق العيش في النص ويبتدي تاخذي ورا بعد انا بحط قدامي في الطبق ايه انا عايز اكل قد ايه انتي عاملة حسابك على ايه هخلص الرغيف يبقى الرغيف هيتحط قدامي خلص الرغيف الوجبة خلصت لا الكلام ده كلام عام الكلام ده في اليوم ده الكلام ده كلام عام منتي ممكن في ايه اكلة اسحابي زي فول برضو بسحب طب انا بسحب لا ما ينفعش ان الدنيا تبقى سدحمة دايح لازم انا عشان عيني وعقلي يعرفوا انا خدت قد ايه ومسرحش في القصة وعشان حتى لو خلص وهيخد تاني ابقى من جوايا خلي بالك اميرا ده الرغيف التاني موضوع فيه فرق لكن ان انا فيه ناس بتقطع الرغيفة مثلا انصاص او اربع وبتحطها في سيرفيز والناس تسحب براحتها فالناس بتسحب براحتها من غير مت بحسبة بقى اسحب عادي لا ما ينفعش وخصوصا طبعا لو كان مريد سكر لان العيش محسوب عليه لا ده انا هتكلم عن مريد السكر والضغط ده بشكل كده تفصيدي طيب على افتراض ان احنا كاننا كمية كبيرة جدا ومالينا معدتنا وانسينا لضايت في اليوم ده ازاي يعني اهدم او فيه مشروبات معينة ممكن اشربها احس ان انا هديت شوية بيبسي طبعا مشروبات غزيل طبعا تباهدلك الدنيا ده فعلا انت فاكريني انا فاكر بجد طبعا لا انا افتكرت بجد طبعا لا اوعي اوعي بعد الفسيخ تديها مشروبات غزيل ولا اي حاجة بتفور انت كده بتباهدلي الدنيا بتباهدلي معداتك حرفيا اوعي تعملي كده بعد الفسيخ انا بشوف حاجة لمون ماشي يانسون ماشي جنزبيل ماشي لكن اي مشروبات غزيل لا باخد ايه بقى الفسيخ مملح زيادة فانا فيه سوديوم زيادة الي بي ام الي ضد السوديوم او السوديوم يعني الي بييجي عادل القصة هو البوتاسيوم باخد الحاجات الي فيها بوتاسيوم زي موزة اوه موزة يبقى انا لما افكر بعد الفسيخ ما روحش ااخد ما روحش ااخد بقى طبق بسبوسة وكنافة لا دا هي المعنى خلاص يعني انا كده دهولنا الدنيا كده دخلنا في لفل تاني لا موز بس بقى عايزة بقى الملك بقى بطيخ بس احنا دلوقتي لو موز احنا معدتنا مليانة نعم نتكلم على موزة اه موزة بس مش ورا الفتيخ على طب اه بنهدى شوية انت كده كده متحطيش حاجة وراها ساعتين تلاتة اربعة لكن هيجي بقى على الساعة تمانية تسعة هيفتكروا بقى الحلوية هيفتكروا لازل حاجة تلموزة بسرعة نقفل بقينة ده كفية كده وبعد كده نشوفها نعمل ايه طبعا اه البطيخ من اكتر الحاجات اللي برده اه بنستخدمها في الديتاقس بينظف الهو فيه فايبرز كتيرة فيه مية كتير بينظف الجسم من السموم بطيخه كان طلب ده بعد اكلة الفيسيخ كده بشوية نهدى تلاتة اربعة ساعات اه تلاتة اربعة ساعات يا دوبك بعد كمية العيش اللي كناها والحاجات اللي كناها بس هي فكرة انا هرجع تاني اركز عشان انا كنت مصدقة ان المشروبات الغازية دي ممنوعة تماما بعض الاكل على طول ممنوعة عارفة بقى لو حد ضايق كيوميها عارفة تديله ايه اوعي بقى تكشار في وشه الحركات القديمة دي تتحكي في وشه وتروح يعملاله كوباية عرقسوس اه الفيسيخ بيعلي الضغط هو فيه ماء ملح كثير فانا خلاص جمعت الملح كل والهرقسوس بقى بيعلي الضغط اه فانت تيكي بقى على صفانية هرقسوس هرقسوس كده بقى ركبنا الصاروخ طب لما ان احنا بنتكلم عن الناس اللي عندها امراض الضغط والسكر وبتحب الحاجات دي وبتستنى اليوم ده عشان الاكلة دي واللمة الحلوة دي تعمل ايه عشان ما تتضرش كمان صحيا بصي مهو الناس اللي عندها الضغط انا انا هاخد بالمعقول ما هو فيه فرق انا المفروض ان انا هاخد مية وخمسين جرام يعني تقريبا حتى قد كده احنا ضد المنع لكن في نفس الوقت بنقول ان بالانس يدكي وقلنا الكلام ده قبل كده ان هو ان انا لازم هعتدل في حاجتي فاذا كنت انا عارف ان ده ده فيه كمية ملح لا بقس بها يبقى انا لازم ان بالمعقول هاخد كمية قليلة حتى قد كده مية وخمسين جرام انتي عارفة يا ريني ان كمية الملح اصلا اللي مسمو حالي في اليوم قد ايه قد ايه خمسة ميلي جرام فاحنا في حتة تانية احنا في اخر الكتاب احنا برا يوم واحد بنستناه انا معاكي بس هي الفكرة كل ما انا شغلت مخي وانا باكل الموضوع بيختلف تمام مين بقى برضو اخاف يعني بخاف عليهم مرضا القلب الي بياخدوا مدرات للبول الناس اللي عندوه اللي هو جسمهم اصلا بيعبي مية يعني هما عندوهم مشكلة في التصريف اللي هي سهلة قوي رجليها تنفخ فدول مش يعني احنا الاتنين وبقى واكلين نفس الوجبة انتي رجليكي زوري انا رجلية تنفخ وانتي لأ مثلا فالقصة مش قصة رجله هتنفخ بس القصة بتبقى ايه الدم لما بزود فيه الملح جوه الخلية بيصحب مية زيادة علشان يحافظ على حياة الخلية فبيزيد في الحجم من ناحية تانية الدم ده ماشي جوه ايه جوه شرايين الشرايين بتعمل للعكس الملح يخليها ما الضغطة هيعلى الضغطة هيعلى فبتنقبض عارفة احساس الدم ساعتها بيبقى عامل ازاي؟ عارفة الست اللي رحت عزومة في العيد ولبست تايير حلو ولبست له كرسية علشان يقفل ومعملتش احسابها انها بعد ما هتاكل بطنها هتتنفخ اهي اكلت اوه والكورسيه قربيه يلا نروح الكورسيه يفرقعها هو ده الدم كده يوم الفسيخ تمام حلو التشبيه حلو التشبيه الدم زاد في الحق الاوعية بدل ما توسع له هي بتقبط بالتنقبض فالموضوع يعني البني ادم بعد الفسيخ غير قبل الفسيخ يبقى خلينا نقول انه انت طبيب حالك يعني انت اضرب بصحتك بلاش تيجي على نفسك لمجرد ان هي اكلة حلوة بتستناها اوه بس كل بالكمية المعقولة طبعا طبعا ومهم جدا لما هاكل يبقى انا هركز جدا جدا كميات مية بقى اه مية واخسل هي كده انا طب اشرب مية وانا جسمي كمان معبي مية اه ليه لان انا جسمي يعني منفوخ علشان الملح لجوه الخلية سحب مية زيادة لما انا هعدلها وحط له مية كتير برا الخلية الملح هيطلع هيسيب سوري هيسيب المية المتخزنة فطريقة يعني ان انا اتخلص من المية زيادة اللي في جسمي ان انا اشرب كميات مية كتير ده في وسط الاكلة عادي في وسط الاكلة تماما ده إيش وسط الاكل احنا نتكلم احنا خلصنا الاكلة اه بعد الاكل الثلاث يام اللي بعدهم بقى اه نفضي بقى اللي احنا عملناه احنا بناخد ثلاث يام ثلاث يام اوه بل ما نفوق من اللي احنا عملنا بل ما نخصل ده خلي بالك اي حد هيوزن تاني يوم شام النسيم هيشوف نفسه زائد من كيلو لاتنين دي بنسميها السمنة كاذبة لان الجسم حوش ميا وميا طب ما نعايز اروح لنقطة تانية من الناس كامل اللي بتحب الاكلات دي قوي بس هي مش عارفة مدى تأثيرها او ضرارة عليها السيدات الحوامل تاكل ولا متاكلش لا حالي انتي متعديش من قدام الترابيز لا بيعدوا متعديش من قدام الترابيزة خالص طب انا سمعت كده نحب نحطها في قدوة ونقفل عليها ونديها اكل العيد بتاعن بارح او حالو اكل العيد بتاعن بارح انديا مش هنعمل لها اكل ما انتي بوسي انا هقولك على حاجة ري لغاية البيبي وانا عمري ما هديكي حاجات نص نص او كلامي هيكون ان خلي باق ممكن بس لو لا اي ريسك او اي خطر لغاية البيبي انا ما عنديش الكلام ده انا عندي نمشي جنب الحيط ما فيش ما تاخديش حاجة ناية يعني ما تاخديش حاجة ناية طب اقول لحضراتك على حاجة فمرة كنت بتكلم مع حد انه ممنوع الحوامل او احنا عارفين المعلومة دي انه خطر على البيبي او اي حاجة فيها خطر على البيبي ما تقربيش منها فحد كان يعني كبير في السن وقالت لي ما احنا طول عمرنا بنأكل ده احنا كنا بنتوحى مع الحاجات دي وبنأكلها ومطلعش فيه اي حاجة ولادنا زي الفل حلو ده تقول لها اي دي فمش هي اللي هتقول لها الام اللي تقذت في ابنها هي اللي هترد عليها انتي ضحيتي بعمر بقصة بقصة هو مش هيموت بس هينزل عنده مشكلة وممكن نقول الطب الحديث غير زمان ده مش طب حديث ممكن تكون عبت معاها كده ده مش طب حديث اي حاجة جماعة فيها رزق في بيبي ده روح انا هلعب في ايه وعلى ايه يعني انتي متخيلة على اكله على اكله ايه يعني الاكلة مش هيبقى فيه فسيخ لما تولدي لا لا ده عمر طفل انتي متخيلة ده ابني فالحكاة دي ما فيهاش فصال ولا فيها طب لو واصل فلانة اكلت وفلانة وانا مالي وما الفلانة هي انا لو اتقذيت في ابني هي اللي هتيجي تطبطب علي انتو بتخذره ما انا اللي شايلة الليلة تمام يبقى خلينا نقول انه ممنوع للحوامل الاكل الاكلاتي نهائي طبعا احنا قلنا من ناحية نهية ناية ومن ناحية الملح الكثير يجيب لها ارتفاع في الضغط الماية والمية تاعت البيبي طبعا ويجيب لها ارتفاع في الضغط ممكن يعرضها لتسمم حمل احنا بنتكلم في لفل خطورة عالي جدا 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 تمام وقلنا الليم مرضى القلب والضغط والسكر يكلوا بكميات معينة وزي ما قلت انت طبيب حالك يعني هما يكونوا قادرة بصحتهم فنخاف على نفسنا لسه بقى فيه فئة مهمة ايه بقى تاني الاطفال الاطفال اه هما اغلب الاطفال مش بيحبوا تروح اه ما نعرفش بس فيه واحدة لطيفة زريف فتر بقى خده يا حميبي اه الاطفال ممكن يبقوا مناعته قليلة وان انا بعرضوا لحاجة يعني مشكلة كبيرة يعني ممكن اللي انت تهدميه واللي انت متعودة عليه والتمام التمام والبكتيريا اللي انت قابلتيها هو مقبلها خصوصا فعله انت مطلعة طفل نظيف يعني لو انت متعود على الاكلات دي وطفل هلسي ودروات ايش بنقول لو احنا اجعلنا واحد اجنبي وكلف سيخ نوديه المستشفى اه اه نفس القصة هو ما تعودش هو ما الحقش يتعود على حاجة زي كده طيب قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نقول كده اكتر الاخطاء الشائعة في اليوم ده وازاي ناكل الاكلات دي من غير اي اضرار في نقاط كده في نقاط واحد احنا هنأكل بس هنحط زي ما اتفقنا ان احنا هنحط جنزبيل ولمون وخص وبقدونس وبصل جنب الاكل ده لطنقية الجسم من السمون اتنين اه ما ينفعش بعديها ولا ناخد مياه غزية يعني اي مياه بسكر هتزود احتباس المياه جوه جسمي ما ينفعش ان انا اخد نفس القصة يتبقى حلويات لا هيبقى فاكها وعلى رأسهم البطيخ تلاتة اه مرضى السكر بحدد كمية العيش اللي انا نوية اكلها ونخلي بالنا من الحتة دي كويس جدا عشان الدنيا متسرحش مني مرضى لضغط انا باكلها باين فتحها حتة سغيرة مية وخمسين جرام لو حد زع عليك نزيل كباية عرق السوز بلاش لا دي بلاش دي مش هنعملها يا دوك عرق السوز نخلي بالنا كويس جدا بزيت عشان احنا في رمضان ومنتشرة العصير دي دلوقتي صحيح فالعرق سوس بيعلي الضغط فانا لو خدتوا يوم شم النسيم بعد الفسيخ الضغط يركب القطر انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور وحقي معلومات مهمة وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد شم النسيم وعيد قيامة مجيد بشكر حضرتك جدا بشكر حضرتك جدا بشكرك دكتورة اميرة سامير جورج دكتورات اخذية علاجية موطقة من جبن كامبرج بريطانيا اقصائي اخذية علاجية لمرضى السكر والضغط والكبد والكلة بكلية الطب جامعة عين شمس عضو الجامعية المصرية للسنة واخصائي علاج السنة والنحافة ونحت وتجميل الخوام والعناية بالمرأة نور فينا يا دكتور شكرا لوجودك هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الاخيرة ركن المطبخ ومعينا النهاردة الشيف الهام عبدالله تعمل لنا باقي الحلويات يعني احنا ابتدينا يوم الاثنين في الكحك النهاردة هنعمل بتيفور خليكم معينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة